تعاد اللاعب الإسماعيلي مع نادي الجونة بدون أهداف في المباراة التي جرت بين الفرقين اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الاربعتاشر للدور الممتاز باستاذ خالد بشارة بالغرداء ليرتفع رصيد الدرويش للنقطة 12 يحتلون بها المركز الثاني عشر ويتقدم أصحاب الأرض للنقطة 16 في المركز التاسع أدار اللقاء مصطفى الشهدي وأحمد بكر وإسلام بلعطة ورابعا السيد مونير وحكم الفيديو خالد الغندور ومساعد له مصطفى عصمان وأنظر أحمد شوشة من الجونة لعب الإسماعيلي بتشكيل ضم أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمة برفقته محمد عمار ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبح للدفاع ومحمد بيومي وشام محمد وندر فرج وعمر الساعي للوسط وعبد الرحمن مجدي وإيريك تروري للهجوم واعتمد تشكيل الجونة على صبح سليمان لحراسة المرمة وأحمد حسام وعبد العال عبادي وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح للدفاع ورضى صلاح وأيمن مكة وأحمد شوشة ومحمد الدعيمي للوسط وأرنو رندر وأشرف مجدي للهجوم وشهدت بداية المباراة فترة جس نبض بين الفريقين أصحاب الأرض وظيفهم كلهم يحاول اكتشاف الصغرات لدى الآخر للبحث عن إحراز هدف يترجم الجهد المبزول داخل المستطيل الأخضر ويعتمد الإسماعيلي على تحركات نادر فرج وعبد الرحمن مجدي في عمق دفاعات الجونة في المقابل يضغط النشط أرنو رندر وأشرف مجدي رأسي حربة الجونة على مرمى الدرويش ويهدر محمد عمار القادم من الخلف للأمام هدف للإسماعيلي ويستغل عبد الرحمن مجدي مهارته ويسدد كرة قوية تشكر خطورة على مرمى الجونة الذي إن كمش لاعبوه في محيط منطقة جزاهم للتصدي للهجوم الكاسح للدرويش من جميع الجهات وفي ديئة 27 يستحوز أرنو رندر على الكرة في هجمة عنترية ويسدد الكرة قوية أنقذ أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي بمهارة تحسب إليه وتعود السيطرة لأبناء الفنلة الصفراء على مجرات اللعب لكن هجماتهم اتسمت بالعشوائية ونظرا لفقدانهم التركيز لاستثمار الفرص المتاحة لهم يحتسب الحكم دي أوقت تبادل ضايع ينهي بها الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الإسماعيلي وجونة ومع انطلاق أحداث الشوط التانية تبادل لعب الإسماعيلي وجونة السيطرة على مجريات اللعب لكن دون خطورة على مرمى حارسيهما أحمد عادل عبد المنعم وصبحي سليمان اللذان نجح في التقاط الكرات العرضية والطولية بمهارة تحسب لهما ويسقط الحارس أحمد عادل عبد المنعم في كرة مشتركة وبعد تلقي العلاج يستأنى في اللعب ويظهر محمد الدغيم في الكدر وسدد كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن للدرويش ويجري إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تبديلين بدخول محمد حسن وعبد الرحمن الدح مكان عصام صبحي وإيرك تراوري الذي لم يقدم شيء يذكر طوال مشاركته في أحداث اللقاء يقابله قيام علاء عبد العال المدير الفني للجونة بالدفع بنجميه حسام إيفونة ومازن ياسر بدلا من أشرف مجدي وأرنو رندر لتجديد الدماء في صفوف أصحاب الأرض وتنحصر الكرة وسط الملعب ويتقلق صبح سليمان حارس الجونة ويبعد الكرة التي لعبها عمر الساعي نجم وسط الإسماعيلي قبل أن تسكن شباكه ويشارك كيرست بيكالي وسيف شيكا مكان أحمد شوشة وأيمن مكة لدى أصحاب الأرض ويحتسب الحكم ست دقايق وقت بدل ضايع ويطلب أصحاب الأرض احتساب رك للجزاء عندما اعترض محمد حسن شيكا وبعدها يطلق الحكم صفارته بإنتاء اللقاء بالتعادل بين الإسماعيلي والجونة بدون أهتف ترجمة نانسي قنقر